موسيقى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين اللهم صلي على محمد وآل محمد السلام عليكم مشاهدين الأكارم ورحمة الله وبركاته في هذه التغطية الخاصة بهذه المناسبة الأليمة والفاجعة العظيمة ألا وهي ذكرى استشهاد النبي الأكرم خاتم الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين السراج المنير سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وفي هذه المناسبة إذ نرفع أسمى آيات العزاء والمواساة لمقام مولانا صاحب العصر والزمان وللمراجع العظام وللأمة الإسلامية جمعاء ولكم أنتم مشاهدين الأكارم بهذه الذكرى الأليمة وأرحب بضيفي في هذه التغطية الباحث في نهج البلاغة الأستاذ هاني الرويعي حياكم الله حياكم الله جناب الأستاذ وأهلا وسهلا ومرحبا بكم وأعظم الله أجوركم أعظم الله أجوركم نعم جناب الأستاذ حدثنا عن صفات القيادة أو كيف كانت القيادة في حياة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله في مضمون نهج البلاغة اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها عدد ما أحاط به علمك وأحصاه كتابك وعجل فرجنا والصلاة والسلام على سيدي ومولاي أمير المؤمنين علي بن أبي طالب بأبي وأمه سلام الله الإمام صلوات الله عليه في نهج البلاغة كثير ما يذكر النبي الأكرم صلى الله عليه وآله ويصلي عليه في خطبه وفي كتبه وفي بصار الحكم كذلك الموجودة في نهج البلاغة أولا الإمام صلوات الله عليه يقول حتى بعث الله محمدا صلى الله عليه وآله شهيدا وبشيرا ونذيرا خيرا برية طفلا يذكر طفولة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله أبو طالب كان صلى الله عليه يقول للنبي الأكرم صلى الله عليه وآله ولقد عهدتك صادقا في القول لا تتزيد ما زلت تنضق بالصواب وأنت طفل أمرد خيرا كان معروف عن النبي صلى الله عليه وآله لحين ابتعاثه بالرسالة أنه هو الصادق الأمين كما هو كان مشاع بين قومه قبل الرسالة كان يطلق عليه الصادق الأمين صلى الله عليه وآله يقول الإمام خيرا برية طفلا وأنجبها كهلا بعد وأطهر المطهرين شيما شيما يعني خلق القرآن الكريم يقول بسم الله الرحمن الرحيم وإنك لعلى خلق عظيم الإمام سلام الله عليه في نهجي البلاغة يذكر ذلك الخلق الكبير وأجود المستمطرين ديمة كان يستمطر برسول الله صلى الله عليه وآله ما معنى ديمة ديمة يعني مزنة هاي تكلم الغيمة اللي بيها المطار الكثير نعم ينزل منها ذلك المطار نعم النبي الأكرم صلى الله عليه وآله اختاره الله من بين كل الوجود احنا عدنا لما تقرأ النبي الأكرم محمد المصطفى صلى الله عليه وآله المصطفى يعني المختار الله تعالى اختاره من بين كل الخلائب على أن يكون هو القائد الحقيقي لهذا الوجود لأن اطلع الله تعالى على جميع الخلق فرأى النبي الأكرم صلى الله عليه وآله هو القادر على ذلك التكليف التكليف الصعب من الله سبحانه وتعالى باعتباره هو خاتم الأنبياء وخاتم المرسلين وهذه الشريعة التي سيأتي بها أو سيبعثه الله بها هي الشريعة الخاتمة وهي الباقية والممتدة إلى يوم القيامة أجد أستاذ مسلم كلما صغرت الدنيا في عين القائد كلما صغرت الدنيا صغر الملك السلطان في عين القائد كبر شأنا عند الله والناس ولذلك الإمام سلام الله عليه في نهج البلاء يقول وكان عظمه في عيني صغر الدنيا في عيني وكان يعظمه في عيني صغر الدنيا في عيني شوف القيادة الحقيقية التي أرادتها السماء يدخل الإعراب على النبي الأكرم صلى الله عليه وآله فارتعد ذلك الإعراب لهيبة النبي صلى الله عليه وآله قال له هون عليك إنما أنا ابن امرأة كانت تأكل القديد بمكة هذه القيادة هذا العنفوان كما هو معروف من معاجز النبي صلى الله عليه وآله أنه كان إذا مشى قرب شخص يكون هو أضخم منه أطول منه فهذه من معاجز النبي صلى الله عليه وآله ومن هيبته ومن قوته ومن كبره في أعين الناس التي وضعها الله سبحانه وتعالى ولماذا أصبح ذلك في شخصية رسول الله صلى الله عليه وآله لأنه الدنيا صغيرة في عينه كما قال كما قال الإمام سلام الله عزيزي يقول في صفات المتقين الإمام سلام الله عليه في نهج البلاغة عظم الخالق في أنفسهم فصغر ما دونه في أعينه شوف هذه مقابل هذه فالنبي الأكرم صلى الله عليه وآله كان يأكل على الأرض مثل ما يبين الإمام سلام الله عليه وآله في نهج البلاغة ويجلس جلستها العبد وكان يخصف بيده نعلم نعم لو نقول أنها هذه كيفية حياة النبي صلى الله عليه وآله التي جرت على لسان أمير المؤمنين في نهج البلاغة نعم أحسنت فعلا الإمام سلام الله عليه لما يذكر يعني وهو القائل أنا عبد من عبيد محمد الإمام سلام الله عليه يتعامل مع النبي الأكرم صلى الله عليه وآله معامل التلميذ مع أستاذه مقود مع قائده شوف التبجيل والصلاة عليه والتكريم لرسول الله صلى الله عليه وآله في نهج البلاغة وكما ورد فالإمام بأبي وأمي لما يتكلم عن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله يقول فما أعظم منة الله علينا لما أنعم علينا بقائدك رسول الله صلى الله عليه وآله يذكر القرآن الكريم لقد من الله عليكم إذ بعث فيكم رسولا منكم أحسنت أستاذ مصر فالقيادة الحقيقية اللي أرادتها السماء هي قيادة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وقيادة الإمام علي عليه السلام وقيادة أهل البيت عليهم السلام هذا النفس اللي يعد رسول الله صلى الله عليه وآله نفس سعد أمير المؤمنين صلى الله عليه وآله خليفة المسلمين علي بن أبي طالب ويحكم بلدان مترامية الأطراف وهو القائل والله ما كنست من دنياكم تبرا ولا ادخرت من غنائمها وفرا ولا أعددت لبالي ثوبي طمرا أنا ما عندي ثوب طمر يعني الثوب ضامة أخافت له هذا اللي لابسه وألبس ذاك أبدله ما عنده هو بس هذا اللي لابس هو هذا الثوب هذا فشوف هي القيادة اللي أرادتها السماء هذه القيادة ترقيع الثوب كأنما كان متوارث يعني ما بينه وما بين رسول الله صلى الله عليه وآله بل هناك أكثر من هذا يقول المؤرخون ما رؤي رسول الله صلى الله عليه وآله قط فارغا أبد إما يخصف نعلا لرجل مسكين وإما يخيط ثوب لأرملة هذه القيادة اللي أرادتها السماء وليست القيادة اللي اتعامل شعوبها بالضغط والإكراه ويقرأ في نهج البلاغة الإمام سلام الله عليه يقول وكان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا حمر البأس وأحجم الناس قدم أهل بيته فوقى بهم أصحابه حر السيوف ولا أسنن هذه القيادة ما عدهم ما يستعمل النبي الأكرم صلى الله عليه وآله مع شعبه وسائل الضغط ووسائل الإغراء كما يفعل الملوك والسلاطين نعم هو كان جاء صلى الله عليه وآله برسالة وبدين فأقام السياسة على أساس الدين الإسلامي فكان الدين هو السائد سياسة تعامل مع الآخرين على حد سواء كما يقول الناس سواسية كأسنان المشت وكل هذه التفاصيل التي وردت عن رسولنا الأكرم صلى الله عليه وآله هي أكبر دليل على أنه هو القائد الحقيقي هو المختار وهو المصطفى من قبل الله سبحانه وتعالى مولانا نحن نقرأ في الروايات هناك البعض اللي كان يشتكي أنه هذا أبيض وهذا أسود وهذا شون ينطو مثلي وكناك تمييز ماكو هاي خاصة أنه العرب كانوا معروفين بما بين الموالي وما بين السادة وما بين العبيب أذكر لك حدث نعم اشتكوا على بلال المؤذين عند رسول الله صلى الله عليه وآله قالوا له يا رسول الله بلال ما يلفظ الشي يقول أسهد أن لا إله إلا الله قالهم سين بلال شين عند الله هاي القيادة اللي أرادتها السماء هاي القيادة ويجع عليه ابن أبي طالب سلام الله عليه نفس الخاط يكتب إلى مالك الأشتر لما ولاه مصر يقول له فإنهم صنفان إما أخلك في الدين الناس وصنفان أحسن نعم أو نظير لك في الخل فهذه هي القيادة اللي أرادتها السماء وليست القيادة اللي تستعمل مع شعوبها وناسها وسائل الضغط وسائل الغراء وسائل نعم أحسنتم كثيرا شيخنا العزيز نعم مشاهدينا الأكارم فاصل قصير ونعود إليكم إن شاء الله حياكم اللهم مشاهدينا الأكارم وهذه عودة لهذه التغطية بذكرى استشهاد نبي الرحمة نبينا الأكارم محمد صلى الله عليه وآله وأيضا أرحب بضيفي مرة أخرى الباحث في نهج البلاغة الأستاذ هاني الرواعي أحياكم الله مرة أخرى أستاذ هاني نعم أستاذ هاني فقد النبي صلى الله عليه وآله كانت فاجعة وحتى نفهم عمق هذا الألم ألم الفقد كيف تعامل أمير المؤمن سلام الله عليه مع هذه الفاجعة نعم الإمام سلام الله عليه في نهج البلاغة يبين أنه ليست تمر فاجعة في حياته كفاجعة رسول الله صلى الله عليه وآله عليه أضرب لك مثال نعم الإمام بأبي وأمي سئله هل لا غيرت شيبك يا أمير المؤمنين قال يعني كأنما يريدون أن نعم يقولون له خضب أو ما شابه الخضاب نعم قال الخضاب زينة ونحن قوم في مصيبة هذا بعد جد من عجيب أنه تلقي بعد يقول الشارح لنهج البلاغة بعد استشهاد رسول الله بثلاثين عام عجيب ويقول نحن قوم في مصيبة بعد ثلاثين عام وهو حزين بعد ثلاثين عام شوفوا الإمام سلام الله عليه عادي ليش العلاقة كانت ليش صاد مسلم لماذا سواعد يسئل الإمام يرى بأن الواسطة بين السماء والأرض انقطعت باستشهاد رسول الله صلى الله عليه وآله يعني كان جبرائيل ينزل بعد ما ينزل ولذلك يقول الإمام بأبي وأمي في نهج البلاغة بأبي أنت وأمي يا رسول الله بالتأبين لقد انقطع بموتك ما لم ينقطع بموت غيرك من النبوة والإنباء وأخبار السماء يقول لها انت يا رسول الله استشهادك الواسطة اللي كانت بين وبين السماء باستشهادك بطعت يعني جناب الأستاذ في سابق السنوات وفي قديم الأزمان كان الوحي يأتي بشكل متتالي على الأنبياء كان أكو اتصال ما بين السماء وما بين الأرض وما بين الناس باعتبار أكو أنبياء سابقة هنا أمير المؤمن سلام الله عليه يؤكد أنه من هنا خلص انقطع بعد لا نزوله للوحي من السماء نعم وهذا كبير على قلب أمير المؤمن عليه السلام يقول لها خصصت حتى صرت مسليا عن من سواك وعممت حتى صار الناس فيك سوا شنو يعني نعم يقول لها خصصت يعني مصيبتك خصت أهل بيتك فأصبحوا شوف أستاذ مسلم أنا ليش قلت لك والمشاهد الكريم خلي ينتبه على هذه التفصيلة أن الإمام سلام الله عليه يبين في نهج البلاغة أنه لا فاجعة بعد فاجعة النبي صلى الله عليه وآله لا مصيبة بعد مصيبة النبي صلى الله عليه وآله ماكو حزن مهما كانت المصائب بعد فاجعة النبي صلى الله عليه وآله الإمام بأبي وأمي يقول له خصصت مصيبتك خصت أهل بيتك فأصبحوا أهل بيتك يتسلون عن المصائب الأخرى بمصيبتك لما تصيبهم مصيبة يعرضوها أمام مصيبتك يقول لا آي لا شيء هذا على من شم أحسنت صبت علي مصائب لو أنها نعم صبت على الأيام أحسنت صرنا لياليا ماذا على من شم تربة أحمد ألا يشم مدى الزمان أحسنت وعممت وعممت حتى صار الناس فيك سواء الناس مصيبتك عم عندهم يقولون محمد مات ونحن نموت ها هي بس عند أهل بيتك شيء عند الناس شيء أحسنت ولولا أنك أمرت بالصبر شوف مدى 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 البعد البعد عند أمير المؤمنين سلام الله عليه بهذه الفاجعة ولولا أنك أمرت بالصبر ونهيت عن الجزع لأنفدنا عليك ماء الشؤون شنو يعني شنو يعني ماء الشؤون لأن الإنسان يبكي من شؤون رأسه لأن خلصنا عليك هذا الماء لأنفدنا عليك ماء الشؤون ولكان الداء مماطلة والكمد محالفة يعني لو نرجع قليلا قضية لما يذكر ماء الشؤون هذا ممكن يستدل على أنه مهما بكيت أنت على مصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا قليل وهكذا هو الإمام سلام الله عليه هو مبعدين أستاذ مسلم أجد ولكان الداء مماطلة الداء المرض ما المصيب تكيم ماطل بينا ميطي والكمد محالفة الكمد شنو الحزن الحزن الشديد محالف إنه كما تفضلت أستاذ المسلم وقلى لك هذا قليل ولكنه ما لا يملك رده ما عندنا وسيلة شنسه ولا يستطاع دفعه إلى أن يقول له الإمام سلام الله عليه بأبي أنت وأمي يا رسول الله اذكرنا عند ربك واجعلنا من بالك أي اذكرنا عند ربك بالخير واجعلنا من بالك عند الله سبحانه وتعالى لو نعرج قليلا على السيدة الزهراء صلى الله عليه كيف كانت تعاملها مع هذا الفقد يعني يعني أنا أوجز لك السؤال ما عاشت بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا القليل من الأيام وهي في عمر 18 عام كم أخذ منها مأخذا كبيرا هو بيت الأحزان وحده كم أخذ أحسنت والمشاكل التي صبت على السيدة الزهراء عليه السلام بعد استشهاد أبيها صلى الله عليه وآله يعني الإسلام بعد فتي الدين بعد فتي كلمة لا إله إلا الله بعدها فتي والمؤلفة قلوبهم بعدهم موجودين أحسنت مولانا بعد فقد نزت بطن ما بعدها في طن بالعاجل الوغد والهيابة الوجلي وخالفت هاشما في ملكها عصب صاروا ملوكا وهم من أرض للخوالي شيخنا العزيز يعني في هاي الأيام الحزينة كما هو معلوم أنه نشاهد محبي أهل البيت سلام الله عليهم يأتون سيرا على الأقدام لزيارة مولانا أمير المؤمنين سلام الله عليه إلى النجف بشكل خاص يعني موجود الكثير من مراقد أهل البيت عليهم السلام العسكريين والكاظمين وقبل قبل أيام أدركنا زيارة الأربعين والناس سارت بالحشود بالملايين إلى قبر سيد الشهداء سلام الله عليه وكما هو متعارف أنه الناس في ذكرى استشهاد النبي صلى الله عليه وآله بعد إكمال زيارة الأربعين يتوجهون إلى أمير المؤمنين لماذا هذا التخصيص بالنسبة لأمير المؤمنين دون غيره نعم الإمام سلام الله عليه من خلال نهج البلاغة ومن خلال الروايات يعني أضرب لك مثل الإمام كان يقول ولك قد كنت أتبعه اتباع الفصيل أثر أمي كذلك أستاذ مسلم لو تقرأ في نهج البلاغة الإمام بأبي وأمي لما يقول ولقد علم المستحفظون من أصحاب محمد صلى الله عليه وآله إلى آخر الكلمات يقول ولقد سالت نفسه في كفي فأمررتها على وجه يعني قاء رسول الله صلى الله عليه وآله دبا يسيرا كما يقول أحد الشارعين لنهج البلاغة أخذه أمير المؤمنين صلى الله عليه ومسح به وجهه تتخيل حجم العلاقة قوة العلاقة قوة العلاقة بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وآله كذلك القرآن الكريم يقول وأنفسنا وأنفسكم نعم في آية المباهلة عندما حصل مع نصارى نجران خرج النبي بأهل بيته نحسن وأنفسنا وأنفسكم أولادنا ونساءنا ونساءكم كذلك سؤل النبي صلى الله عليه وآله عن الصحابة قالوا له يا رسول الله لم تذكر علي قالوا منتو سألتوني عن الصحابة ما سألتوني عن نفسي هو نفس رسول الله صلى الله عليه وآله بنص القرآن الكريم لا ننسى بعد قدوم النبي صلى الله عليه وآله إلى المدينة آخى ما بين المهاجرين والأنصار وبقي أمير المؤمنين سلام الله عليه واقفا وآخى النبي ما بينه وما بين عليه ستة إمام سلام الله عليه تلميذ النبي تلميذ الرسالة ولقد كان يمضغ الشيء ثم يلقمني يقول في نهج البلاغة وما وجد لي كذبة في قول الكذبة لفتح الكاف يعني واحدة الكذب ما لي قاعد ولا خطلة في فعل خطلة يعني الخطأ بدون دراية وتعمد مدى العلاقة كبيرة لا يعرفها إلا الله تعالى شنو علاقة الإمام علي عليه السلام بالنبي الأكرم صلى الله عليه وآله علاقة مشروع أستاذ مسلم علاقة امتداد لما أرادته السماء ماذا العلاقة يعني ذكرت هذه العلاقة في نهج البلاغة كثير الإمام سلام الله عليه يذكر ولم يجمع بيت واحد يومئذ في الإسلام غير رسول الله صلى الله عليه وآله وخديجة وأنا ثالثوهما أرى نور الوح وأشم ريح النبوة أمير المؤمن سلام الله عليه يقول نعم وأمير المؤمنين ليست فقط رابطة يعني أبناء عم أو أبناء عمومة أو صلة قرابة باعتبار أن أمير المؤمن سلام الله عليه هو زوجة سيدة زهراء بنت النبي الأكرم هل هناك علاقة أخرى ترابط آخر صلة أخرى بهذا المضمون في نهج البلاغة نعم أنا أسلفت إليك أستاذ مسلم المحترم أنه علاقة الإمام سلام الله عليه بالنبي الأكرم صلى الله عليه وآله علاقة مشروع علاقة إسلام بغض النظر عن اللحمة وهو أقرب ما موجود لرسول الله صلى الله عليه وآله والدليل الإمام يقول في كتابه لمعاوية الكتاب الذي عد السيد الشريف الرطط يا والله ثراها الجامع لنهج الملاغة من محاسن الكتب يقول ولما احتج المهاجرون على الأنصار برسول الله صلى الله عليه يوم السقيف فلاجوا عليه يعني غلبوهم الفلج عن الضفا فإن يكن الفلج به فالحق لنا دونك وإن يكن بغيره فالأنصار على دعوه أنا اللي أردق له شنو أردق له إذا بالقرب من رسول الله هو أقرب واحد وإذا باعتباره ابن عم الرسول والزوج ابنته بالنسب والسمع والأمر الثاني هو علاقة مشروع أستاذنا الإمام سلام الله عليه يقول في نهج البلاغة ولقد سمعت رنة الشيطان أنينه ولقد سمعت رنة الشيطان لما نزل عليه الوحي صلى الله عليه وآله فقلت يا رسول الله ما هذه الرنة قال يا علي هذا الشيطان أيس من عبادته يا علي إنك تسمع ما أسمع وترى ما أرى إلا أنك لست بنبي ولكنك ولكنك وزير وإنك لعلى خير أنت تنجز عدتي من بعد أنت تقاتل أقوام كما قاتلت أسلافهم على تأويل القرآن وعلى تنزيل القرآن وهناك من يقول أن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله يقول أنا قاتلت على التنزيل وعلي يقاتل على التأويل فالمشروع ماشي وإلى يوم القيامة موضوع الإمامة لابد أن يكون موجود موضوع الإمامة لابد أن يكون إمام قائم بدليل قوله صلى الله عليه وآله من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية هذا يثبت أنه لابد في كل زمان إمام لابد أن يكون إمام والإمام سلام الله عليه في نهج البلاغ يقول لتعطفن الدنيا علينا بعد شماسها عطف الضروس على ولدها وتلى عقيبة ذلك بسم الله الرحمن الرحيم ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين فالإمام امتداد للرسالة علاقة الإمام سلام الله عليه برسول الله صلى الله عليه وآله علاقة إسلام ومشروع أراده الله بالأرض من هذا الكلام نستخلص أنه هذه الجموع القاصدة إلى أمير المؤمنين سلام الله عليه هي كأنما قصدت إلى النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وهذا هو وبلا شك وهذا حق اليقين باعتباري أن أمير المؤمنين بعدما عرضنا وعرضتم جناب الأستاذ هاني الروايعي كل هذه الكلمات الرائعة في نهج البلاغة كيف أن أمير المؤمنين يصف النبي صلى الله عليه وآله بهذه الصفات وهذا القرب وهذا المشروع الإلهي ونحن اليوم بجوار هذا البطل أسد الله الغالب علي بن أبي طالب صلى الله عليه وآله وصي ووزيري وخليفة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله نزوره ونتوجه به إلى الله سبحانه وتعالى بأن يرزقنا شفاعة نبينا الأكرم صلى الله عليه وآله وأن لا يحرمنا من ماء الكوثر ونسأل الله سبحانه وتعالى أن لا يحرمنا من تلك المشاهد الطيبة بجوار نبينا الأكرم ومولانا أمير المؤمنين والأئمة الأطهار سلام الله عليهم لديكم كلمة أخيرة في هذه التغطية أستاذنا العزيز الموت حق علي وعليك وعلى آبائك وآبائي وما منا إلا ويموت ونحن في كل من عليها فان ونحن في ذكرى استشهاد رسول الله صلى الله عليه وآله أوصي نفسي وأوصي الجميع بأن نقدم على الله مظلومين ولا نقدم عليه ظالمين إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله تعالى الأديب يقول الموت لا والدا يبقي ولا ولدا هذا السبيل ألا ألا ترى أحدا هذا النبي ولم يخذب لأمته ولو خلد الله قوما قبله خلدا للموت فينا سهام غير خاطئة من فاته اليوم سهم لم يفته غدا شكرا جزيلا لكم جناب الأستاذ هاني الروايعي الباحث في نهج البلاغة لحضورك معنا في هذه التغطية الخاصة بذكرى استشهاد النبي الأكرم صلى الله عليه وآله نعم مشاهدين الأكارم وصلنا وإياكم لختام هذه التغطية نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا في الدنيا زيارة نبيه نبي الرحمة وأن يرزقنا في الآخرة شفاعته إن شاء الله أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة